ما إن أعلنت وزارة الدفاع التركية عن اتفاق جرى بينها وبين الجانب الروسي يقضي بوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا حتى زادت قوات نظام الأسد من تعزيزاتها العسكرية إلى خطوط المواجهة في حلب وريفها الغربي والجنوبي التعزيزات العسكرية كشفت عنها وسائل إعلام موالية نقلا عن مصادر عسكرية المصادر قالت إن التعزيزات تضم صواريخ حديثة لم يتم استخدامها من قبل إضافة إلى تعزيزات تم إرسالها في وقت سابق المصادر العسكرية اعتبرت أن العملية العسكرية لا تتنافى مع اتفاق وقف إطلاق النار بل تصب في إطار تطبيق بنود اتفاق سوتشي ومقررات أستنى في إشارة إلى نية النظام الوصول إلى الطريق الدولي حلب دمشق من المحور الشمالي للمنطقة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة بعد اقترابها منه في معرة النعمان تعزيزات النظام العسكرية ترافقت مع جملة ممارسات اعتادت قوات النظام فعلها قبل أي عملية عسكرية لعل أبرزها بحسب مراقبين ما تنقلته وسائل إعلام النظام عن فتح ثلاثة معابر بينها وبين مناطق المعارضة إضافة إلى إلقاء الطائرات المروحية مناشر طلبت فيها المدنيين القاطنين في ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب بالمغادرة من المعابر الثلاثة مهددة بأن قرار السيطرة على محافظة إدلب وريفها الغربي لرجعت فيه حسب تلك المنشورات في حين تنقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن سقوط ضحايا من المدنيين من جراء استهداف المنطقة بقذائف مدفعية وصاروخية مصدرها فصائل المعارضة في الريف الغربي الأمر الذي نفته الجبهة الوطنية عبر متحدثها الرسمي الذي أكد أن قوات المعارضة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء الإعلان عنه نفي المعارضة ترافق مع تعزيزات عسكرية دفعت بها فصائل المعارضة مدعومة بالجيش الوطني التي وصلت مجموعاته إلى خطوط المواجهة في وقت سابق استعدادا لأي عملية عسكرية قد يقدم عليها نظام الأسد أمام هذه التطورات التي تشهدها المنطقة يبقى الباب مشرعا أمام كثير من السيناريوهات التي يتوقع مراقبون حدوثها خلال الأيام القادمة لعل أبرزها قيم النظام بفتح جبهة عسكرية باتجاه بلدات العيس والزربة وخانطومان والإيكاردة على طريق حلب دمشق الدولي لحجز موطئ قدم لها على أجزاء منه في شمال محافظة إدلب في حين يرى آخرون أن تفاهمات روسية تركية قد تشهدها المنطقة مع إعلان وقف إطلاق النار ليبقى السؤال الأكثر إلحاحا ما مصير تلك المنطقة أكبر معاقل المعارضة في شمال سوريا موسيقى موسيقى موسيقى